اشرة الشعر. في ناس بتقول لك دي عدم غسل جيد للرأس. ومع ذلك في ناس تخسر شعرها كل يوم ويطلع لها اشرة. مالهاش علاقة ولا ليه علاقة من المسألة. هي مالهاش علاقة بس اللي شعرهم بتوع السبوري كدر اللي هو اول نوع انا قلته انا مش هنسع خد برضي خمسة نوع. اه اقول اتنين منهم. انما دول محتاج كل يوم يا حمام. حمام طيب نادية بتقول حدثك يا دكتور. انا شكرا يا نادية. نادية من الاردن. هل فعلا دهان الشعر بالزيوت اللي هي الطبيعية اللي زي بيتكلم عنها الارجان والزتون والحاجات دي بيفيد للشعر ونمو وعدم سقوطه. مش حعرف اجاوب يا نادية للأسف اوان سلمنا على الاردن كله. مش حعرف اجاوب لان ساعات يفيد وساعات يضر. اه. فانا ارجوها ما هناك انا عارفهم كلهم. الطباء الجلدية هناك ما شاء الله. تروح له وتاخد الزيت وتشوفه. ساعات يعمل ايه? ساعات يعمل اشرة. ساعات يعمل اشرة. عشان بيسد المسامل. تالت نوع بقى من الاشرة اجزيمة بنعملها كونتاج اجزيمة ملمسية. فتعمل نوع اشرة بينز ويعمل كراست. بس برضو بيوقع على الصعر. الزيوت ديت من اولها لاخيرها مفيد. وما اقدرش اقول انها مش مفيدة. انما امتى اللي ما لاقي اطراف الشعر نشفت خالص. اطراف الشعر اللي نشفت انا فعلا اه نقول لناديت في الاردن تقدر استخدمها. احنا عندنا يعني. تلات عندها زونة. ايه زونة دي اضافة? زونة? اه. لا بتاعي لان اعجي الموقف. او المكان زونة. زونة? ام. ولا ده البتالي ده هيرو الزوستر. اه. ده الحزام النار. اه. بيسموها كده صح. اه هي اسمها ايه ما شاء الله. نسيمة. نسيمة. من جزائر. نقول لنسيمة. اه سلامة الف سلامة. من الحاجات الجديدة دلوقتي انها بتيجي بتيجي بدري. هيرو الزوستر ده او الحزام الناري ما شوفناهوش قبل سنة الستين وخمسة وستين وسبعية. ده السبب هو ايه يا دكتر? كله تشعلط. ايه اللي بيزهروا فجأة كده? اللي بيزهروا فجأة دلوقتي بعد الكورونا. اه. زي بالضبط كده. بعد الكورونا دي حصل ايه? ان المناعة تشعلطت. ده فيه طفرة حصلت في الامراض الجلدية كلها. والفيروسات. اه طبعا. اه شدت علينا. يعني ايه فيروس يشد علينا? بعد ما كان مستقنس وكده? يا الله بقى مزاكرة الكورونا عملت كده. انا كمان هعمل كده. فكله دخل وبهدل الدنيا. يعني ايه كله دخل وبهدل الدنيا? الهيرب الزوستر حزام ناري بقى بيجي بدري. الجديري اللي هو بنفس العيلة بقى تيجي متأخر.